للتعليق عن الموضوع ينضم لنا الآن عبر الأقمى الصناعية من العاصمة التونسية تونس الدكتور علي العلاني الخبير في شؤون جماعات المتشددة دكتور أهلا بك معنا تبعت التقرير وطبعا استمعت أكيد للتسجيل الذي نسب إلى البغدادي بداية ما قراءتكم لهذا الخطاب الأخير من حيث التوقيت من حيث ما ذكره في البداية وحاول الإشارة إلى كوريا الشمالية يعني ربما الإشارة إلى الأحداث الأخيرة ليثبت بأن هذا التسجيل هو في توقيت أخير أو لم يكن قبل أغسطس الماضي ما قراءتكم يعني يمكن القول أن خطاب البغدادي يؤشر إلى شيئين أولا هو محاولة للتأكيد من أن التنظيم ما زال قائما بعد صمت طويل أراد أن يقول أن داعش التي ظن الكثير أنها اختفت وانزوت ما تزال قائما الهدف الثاني البغدادي من هذا الخطاب هو تبني خطاب عاطفي بالتأكيد على مسألة العدو القريب والبعيد هو أشار إلى العمليات الإرهابية في أوروبا وإلى تواصل بعض العمليات في سوريا والعراق والليبيا وبالتالي هي محاولة رجوع إلى الساحة من جديد ولكن أعتقد أن هذه المحاولة في هذا الخطاب رغم أن هناك نقاط استفهام حول توقيته فيمكن أن هذا الخطاب في رأي لم يحقق أهدافه وذلك لماذا لم يحقق أهدافه أولا لأن داعش خسر الأرض وخسر الموارد أولا وثانيا لأن داعش خسر عددا هاما من المقاتلين وبالتالي لم يبقى أمام داعش الآن إلا وسيلتان الوسيلة الأولى هي اللجوء إلى العمليات الذئاب المنفردة وعمليات الطعن والدهس إلى غير ذلك ثم أيضا هو سيحاول أن يستعمل ما تبقى من وسائله لجمع أكثر ما يمكن من المجندين عبر الإنترنت أي أن داعش سوف لن يعول مستقبلا على التجنيد الكلاسيكي الذي رأيناه في 2013 خاصة في 2014 و2015 و2016 إذن ذلك التجنيد الذي يقوم على وجود الشبكات وعلى وجود تبييض الأموال التي يقوم بها داعش وتمويل بعض التيارات لهذا التنظيم كل هذه العوامل اختفت وأصبح الآن داعش في وضع صعب دعنا نركز دكتور على جزئية التوقيت بالتحديد حتى عندما خسر داعش الموصل من هناك من الجامع النوري من حيث أعلن البغدادي خلافته المزعومة لم يخرج البغدادي ولا يتسجيد لماذا الآن؟ يعني الآن هو ربما مرتبط بعديد من الأجندات هناك لا ننسى أن مشكلة يعني العراق في حربه بين يعني ضد داعش وأزمته مع كردستان ثم أيضا التنظيم له أيضا أجندات أخرى ثم يعني من بين الأجندات هو أنه يريد أن يؤكد بأن الصحراء العراقية والصحراء السورية ما تزال قادرة على احتضان العديد من الكتائب ومن المجندين التابعين لداعش إذن هو يريد أن يوهم سواء التنظيمات أو التنظيمات العسكرية أو الجيوش الحلفاء بأنه ما زال فاعلا لأنه يعرف أن الأزمة مثلا السورية يعني ما تزال تحتاج إلى بضعة أشهر وكذلك الأزمة العراقية ويريد أن يخلط الأوراق طيب دكتور علي جزئية أخرى وهي تركيزه على مراكز الإعلام وعلى دعوته لدرب مراكز إعلام الدول كما قال إلى أي مدى هنا نلاحظ وربما نستنتج بأن الإعلام أوجع تنظيم داعش من خلال فضحه لممارساته الإرهابية من خلال فضحه لكل ادعاءاته الكاذبة وتركيز البغداد الآن على وسائل الإعلام ودرب وسائل الإعلام يعني داعش في حقيقة الأمر هو خسر المعركة الإعلامية بامتياز لماذا؟ لأن داعش هي بالإضافة إلى أنها ظاهرة يعني يعني الإرهابية لها خصوصية هي أيضا ظاهرة إرهابية تقوم على الدعاية سبعين بالمئة من نشاط داعش كان يقوم على تأثير الصورة والصوت وعبر أشرة الفيديو وبالتالي كان يعول كثيرا على الصداء الإعلامي الإعلام العربي والإعلام الدولي لعب دورا كبيرا وخاصة الإعلام العربي ونحن نتذكر كيف أن العديد من القنوات كالعربية والآن والبي بي سي وغيرها من وسكاي نووز وغيرها ساهمت بقصة كبيرة في تعرية هذا التنظيم وبالتالي لم يعد لهذا التنظيم تلك الإمكانية في التأثير النفسي عن طريق الدعاية المعركة الإعلامية عندما يخسرها داعش مع خسارته للأرض ومع خسارته للموارد ومع القصف المتواصل هذا يؤشر إلى أن داعش أيامه معدودة حتى وانتدت إلى جملة أو بضعة أسابيع أو بضعة أشهر هو عمليا انتهى مثلما انتهت النازية والفشية في الحرب العالمية الثانية ابقى معي دكتور علي سأعود إليك بعد قليل نذهب مع هذا الخبر حيث قال